أكد رئيس تنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي أن الجهاز يحرص على توعية أصحاب المشروعات بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها لهم قانون تنمية المشروعات خاصة فيما يتعلق بالحوافز الضريبية أوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على المشاركة بفعالية في مبادرة رئيس السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان بتفعيل آلياته لإتاحة الخدمات التدريبية والتوعوية وخدمات تأسيس المشروعات وأضف رحمي أن الجهاز يقوم حاليا بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية من خلال مشروع تنظيم برنامج تدريبي مجانا لأصحاب المشروعات موجها الدعوة لأصحاب المشروعات القائمة والعاملة في القطاع الرسمي بمحافظتي القاهرة والجيزة للمشاركة في البرنامج التدريبي من خلال التقدم لمكتبي الجهاز بالمحافظتين للمشاركة الجهاز يعتبر الرعي الرسمي أو الحضانة الكبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنائية الصغر فيما يتعلق باليوم النهاردة إحنا عندنا دورة تعتبر متكاملة بنتكلم فيها عن الشأن الضريبي كله بداية من أول ما تخش في المشروع من أول ما أبدأ أفكر فيه من أول ما أبدأ أعمل بطاقة ضربية إحنا نقدر نساعدك ونوعيك ونقدم لك الوعي ده ونتعمل بطاقة بشكل إيه وإيه النشاطة التي تختاره وكذا وبفضل ماشي مع حضرتك لغاية أعمل البطاقة أعمل الأقرار الضريبي بتاعي إيه هي الالتزامات الضربية اللي عليها؟ أقدر أوضحها لك بشكل فيه دقة عالية شوية الحاجة الأخيرة اللي أقدر أقدمها لحضرتك فيما يتعلق بالمنظومة وما يكانت الأعمال الضربية كلها في مصر ما يكانت الأعمال الضربية بقت محتاجة وعي جامد جدا للناس نظرة للمجتمع المصري وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما عندهاش وعي بالحاجات دي أكتر استفدت أن أعرفت طبعا عن الضرائب أن أتعامل أغلب شغلي مع الضرائب أن أنا محاسب قانوني أن أعرف الهيكل ماشي زي أن أنا أعرف التسهيلات اللي بتتقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة وكان المتنهية الصغر تحاجة بتساعدها جداً في النهاية تجروة بيعني وبتساعدني أنا في الشغلي أن أنا لما هتعامل مع حاجة هعرف أنا إيه لعليه وإيه لليه هيساعدني في البرافت بتاعي وهيساعدني أن أنا أجرس الشغل بتاعي أنا سعيد جداً أنهم بعطولي الدعوة دي إحنا كشركة متنهية الصغر إحنا كنا مهتمين جداً أن حد يفاهمنا الإجراءات الضربية وأصلاً إحنا دخلنا في التصنيف المخصوص عشان المشاكل بتاع الضربية بالنسبة لأننا إحنا مش فاهمينها فده من حاجات المهمة جداً اللي إحنا يعني أول ما عرفناها قدمنا عليها على طول يعني الدورة دي أهم هدف فيها إن إحنا نتثقف ضربياً وده مفيد جداً لكل حد يعني فيه الموجودة الموجودة كلها من كذا فئة من كذا مجال إحنا مثلاً الشركة بتستعمل في خدمات الـ ERP Systems علشان نقدم الخدمة دي والconnection مع البورتال بتاع الضربية أو منصة تحت ضربية وبالتالي مختمين نعرف كل حاجة عن الموضوعات نقدم ننقل الخبرة دي وفي نفس الوقت إحنا نفسنا نتثقف كشركة